اشتركوا في القناة في مختلف القطاعات التنموية مؤكدا سموه والسمرار في تبني البرامج والخطط وتوظيف كافة الامكانيات والموارد لتلبية تطلعات المواطنين وتحقيق المزيد من المكاسب الوطنية واعرب صاحب الجلالة عن شكره وتقديره للجهود الطيبة التي يبدلها صاحب السمو الملكي رئيس روزرها وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ودعمه من المستمر لمنظومة العمل الحكومي بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين عبر جميع مؤسسات الدولة كما شد جلالته بالإنجازات المشرفة التي واصل تحقيقها ابناء المملكة في مختلف المحافل خاصة في الميادين الرياضية على المستويين الإقليمي والعالمي التي تعكس تفوقهم وسعيهم الدوم لتعزيز موقعها الريادي ومكانتها المرموقة بين الدول ترجمة نانسي قنقر